تواصل لوزارة الداخلية فعليات مبادرة كلنا واحد من خلال توجيه عدة قوافل لتوزيع المساعدات العينية على المواطنين بالمناطق الحضرية الجديدة والأشد احتياجا برطاق مدريات الأمن على مستوى الجمهورية يأتي ذلك في إطار الدورة الذي تضلع به الوزارة للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين مسيرة الدور الاجتماعي في الاستراتيجية الأمنية تتواصل تحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين فقد تم تنظيم قوافل من المساعدات العينية المتنوعة بطاطين ومواد غذائية لهدائها للمواطنين بالمناطق الأشد احتياجا والمناطق الحضرية الجديدة على مستوى الجمهورية كلنا واحد قافلة الخير انطلقت محملة بالمساعدات العينية إلى عدد من المناطق الحضرية الجديدة مساهمة من وزارة الداخلية في دعم قاتين تلك المناطق والتي تسعى الوزارة دائما لتخفيف الأعباء عنهم بمثل تلك المساعدات والتي تتسم بالاستمرارية وهو ما أشاد به المواطنون هناك مصر الكبيرة في كل ود وكل عصر ولكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية من أفرح يقولون توقفين معانا ومستايبيننا حتى بتقولنا عندي شوق تدونا لحاجة كمان وإحنا مرتاحين ومبسوطين وربنا يبارك لكم يا رب ويخليكم ونشكر سيادة الريس ربنا يخليه لينا نشكر سيادة الريس في المبادرة الجاملة اللي بيعملها لنا وبطاطين اللي بيجينا مبادرة جيهة الناس كلها بتحبها وبتتمنى أنها تبقى موجودة على طول نشكر المبادرة اللي بيجيبونا بطاطين وبيجيبونا كاراتين ونشكر وزارة الدخلية الدخلية وقفة جنبنا بتساعدنا في بطاطين في كاراتين وقفة جنبنا في كل حاجة وإلى المناطق الأولى بالرعاية بنطاق مدريات الأمن توجهت قوافل المساعدات العينية قاطعة مسافات كبيرة لضمان وصولها لمستحقيها وهناك استقبلها المواطنون بترحب كبير في ضوء حرص وعزارة الداخلية على تقديم الدعم والمساندة لقاتل تلك المناطق الله ينصرك يا ريد الله ينصرك الدخلية ربنا يباريك لك ويخلك لنا يا رب تهيامات 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 ووجهت مدريات الأمن مأموريات إلى عدد من المناطق الأشد احتياجاً بنطاقها تولت توزيع المساعدات على المواطنين هناك كما توجهت مأموريات إلى المنازل في المناطق الأولى بالرعاية بنطاق مدريات الأمن لضمان وصول المساعدات لمستحقيها والله والله ما فيه رئيس عمل اللي عمل أكسم بالله وأنا بدعيه وأنا دخل على السابعين هو بدعيه من كل قلبه ومن منطلق حرص الوزارة على تقديم الدعم لكافة فئات المجتمع توجهت مأموريات إلى دور رعاية المسنين وتوزيع مساعدات على قاتل تلك الدور وهو تقليد إنساني تحرص عليه الوزارة وتأتي تلك المساعدات في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة الهدفة إلى المساهمة في تقديم الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين لسيما على المناطق الأولى بالرعاية